الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في باب زكاة الفطرة ذكرت بأنه الملاك في جواز دفع الزكاة للهاشمي وغيره بنفس الدافع يعني الملاك في الجواز هو الدافع بنفسه يعني إذا كان الدافع هاشميين فيجوز أن تدفع زكاة فطرته للهاشمي وغيره أما إذا كان الدافع غير هاشميين لا يجوز فلا يجوز إعطاء زكاة فطرته للهاشمي وإن كان المدفوع عنهم هاشمية شنو يعني؟ يعني واحد مثلاً للأفروض مو هاشمي زوجته هاشمية يدفع زكاة فطرته عن نفسه وعن زوجته هذه الدافع عنها هاشمية يجوز أنه ننطي زكاة فطرتها للهاشمي يقولون لا ما يصير ليش؟ لأنه الدافع غير هاشمي الملاك الدافع الدافع هاشمي الدافع هاشمي مثلاً لنفروض من باب المثال المعيل امرأة هاشمية غنية ثرية ولكن عيالها ليسوا بهاشميين أبوهم مسيد زيان الزكاة دفع الزكاة عليها هي غنية تملك قوت سنتها وقوت سنت عيالها فيجب عليها أن تدفع زكاة الفطرة عن نفسها وعن غيرها هذه يجوز أن تعطي زكاة فطرتها للهاشمي يقولون نعم زيان المدفوع عنهم مو هاشمين يقولون مو مشكلة الملاك منه؟ الدافع الذي يدفع أي مسألة من المسائل التي يبتلى بها في هذه المسألة أنه أو المبتلى بها في قضية زكاة الفطرة في مسائل زكاة الفطرة أنه يجوز أن ندفع زكاة فطرة عدة أشخاص إلى شخص واحد مثلاً ميت واحد لنفر ميت واحد نجمع زكاة فطرتهم هذا الفقير أكو فقير مديون محتاج عند دين ثقيل ندفع زكاة فطرة هلمية لشخص واحد يصير يوم ما يصير يقولون يجوز ذلك هذا بخلافه في شنو؟ في الكفارة في الكفارة في أطعام ستين مسكين ما يصير يجيب مسكين واحد ستين مرة تطعمه لا يجوز ذلك ما يصير يقول يجيب ستين مسكين ستين شخص توكلهم وتطعمهم مو أنه واحد تطعمه ستين مرة هذا ما يصير أما في زكاة الفطرة يجوز أن تدفع زكاة فطرة شخص أشخاص عدة أو عدة أشخاص لشخص واحد اللهم صل على محمد وآل محمد هذه الآية الأخيرة من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون البيت القصيد من هذه الآية يعني مركز هذه الآية هو اتقوا الله يعني أيها الإنسان ممكن أنك تصبر ممكن أنك تصابر ممكن أنك ترابط ممكن ولكن هذا كل يقع مورد القبول ومورد النظر بتقوى الله عز وجل ليش لأن الله جل وعز يقول إنما يتقبل الله من المتقين طبعا هذه الآية من الآيات المؤولة بسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام مما لا شك ولا ريب فيه كما في روايات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين ولكن الشرط الأساسي في كل عمل يراد منه أن يقع مورد القبول عند الله عز وجل أن يكون الداعي لهذا العمل هو تقوى الله عز وجل إذا ما أكو تقوى ما رح توصل إلى الفلاح إذا ما وصلت إلى الفلاح معنات أنه أنت لست بصابر أنت لست بمصابر أنت لست بمرابط لا رباط لا صبر لا مصابرة لا تحمل لا ليش لأن تقوى الله ماكو ماكو تقوى الله وهذا الذي طبعا من باب الشيء يذكر حتى في الصيام هكذا الآن 30 يوم قضيناها 30 يوم 29 يوم بس حسب على الابتلاءات الموجودة على البلاء اللي نزل في هذه السنة على الأزمة اللي صارت في هذه السنة كلها هذا من الصوم لعلكم تتقون توصل إلى التقوى عملك إذا ما بي تقوى ماكو فايدة صبرك إذا ما بي تقوى ما رح توصل إلى الفلاح المهم هذا المهم أنه أكو نقطة أساسية مركزية في كل الأفعال وهي تقوى الله أن تتق الله عز وجل إن كنت متقيا فعملك مقبول وإلا غير مقبول حتى لا يكون زايد ليلية صلي صلاة ليل صيامي عدل قراءة قرآن عدل دعائي مضبوط كل شيتي مضبوط أما تقوى الله هم ما عندي بمعنى جدا بسيط جدا بسيط قاعد على مائدة صليت صلاة المغرب والعشائجة قاعدت على مائدة الإفطار تلفزيون هم شغال يشتغل موسيقا هم تشتغل الموسيقا هم شغالة ما أقول مثلا نزل الصوت ما أقول قطع الصوت ما أقول الموسيقا حرام ما أتق الله عن زواجين أسمع عن الحرام أتكلم والعياذ بالله بالحرام أستغيب على مائدة الإفطار وما شاكل ذلك نظرات تكون نظرات محرمة وما شاكل ذلك صيامي قيامي كل هذا ما بفايدة ما بفايدة ما وصلت إلى نقطة التقوى كذاك الشخص ذاك الرجل اللي كان يسرق الخبز من الخباس يروح يعطيها للسائل يعطيها للسائل وش يقول يقول جزاءه سيئة سيئة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها زينا أنا عندي عشر حسنات أنا قص سيئة وحدها من هذين الحسنات ارتكبت سيئة أنا قص حسنا وحدها شي صير يصير عندي تسع حسنات وأنا مأجور في هذا الآمر أنه سرقت خبزة من الخباز وعطيتها السائل الإمام قال ويلك هو ما تقرأ القرآن ما قرأت القرآن إنما يتقبل الله من المتقين الله يتقبل من المتقين بس وأنه يتقبل من المتقين ومن السارق ومن المادرش لا مثل كانت أكو امرأة في زمن نبي الله موسى بالليل والعياذ بالله تزني بالنهار بابها مفتوحة للفقراء والمساكين اتمد سماط اتمد مائدة يجون الفقراء يأكلون عندها ويلك لا تزني ولا تتصدقي شنو هذا العمل اللي واحد يقوم به أروح أسوي عمل حرام من هذا الحرام اللي حصلته مثلا لنفرض أقوم بعمل مستحف هذا مو مقبول هذا العمل هذا أولا التقوى تقوى الله عز وجل الآية شو تقول الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد فكما أنه لا خير في جسد لا رأس معه كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه المؤمن كن يصبر صبره على الفرائض على الواجبات يصبر واجبات بيها مثلا صعوبة أصبروا عليها الانتهاء عن المحرمات أصعب أصبر هذا النوع الثاني الصبر على الفرائض الصبر عن الحرام اللي هو أصعب ثالثا الصبر على المصائف أصبر عن المصائف نزلت مصيبة بساحتي أو بساحة أي إنسان في هذه الدنيا ينظر إليها بعين الحقيقة والواقع طبعا الإنسان لما تنزل عليه المصيبة المصيبة تأخذ بمجامع قلبه تؤثر فيه مما لا شك ولا ريبة فيه تأثر بي هذه المصيبة ولكنه طلعني عن دائرة الصبر لا ما يكون يكونها كم دخلني أتكلم كلام غير لائق لا كلام ما يرضي الله عز وجل ممنوع بل القلب يحزن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولكن شنو ما نقول ما لا يرضي الله الله ما يرضى بشيء من نقول أحنا من نتكلم به لا نتكلم به الصبر على الفرق رباط والمرابطة إمامنا زين العابدين في رواية المفصلة يبين أن الرباط في هذه الآية في خصوص هذه الآية المباركة الرباط ليس المقصود منه شنو الحار والقتال يبين الإمام راجعوا في ظل الآية المباركة في تفسير البرهان وغيره هذه الرواية موجودة ابن عباس يبعث رجلا يسأل الإمام زين العابدين عن هذه الآية المباركة الإمام يبين يقول له هذه الآية المرابطة في هذه الآية ليس المقصود منها الحر المرابطة على من على الإمام على الأئمة صلوات الله عليه بأجمعين هنا شوية أوقف أقف قليلا في المرابطة على الإمام من الأمور المهمة المرتبطة في زماننا هذا وجود سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام شئنا أم أبينا رضينا أم لم نرضي أكو إمام الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة ما دام هذه الأرض موجودة ما يحتاج أدلة الآية واضحة ما دام هذه الأرض موجودة حجة الله وخليفة الله موجود عليها بل نستكشف من بقاء الأرض وجود خليفة الله فيها يعني هذه الأرض باقية ما ادهورت ما ساخت ما انفجرت معنات أنه خليفة الله موجود إذا راحت هذه الأرض الحياة انحسرت عنها انتهت توقفت الحياة في هذه الكرة الأرضية معنات إمام موكو ومن المسلم في الروايات الحجة قبل الخلق والحجة مع الخلق والحجة بعد الخلق هذا هموس وجود حجة الله في أرض زين عدنا الإمام صاحب العصر والزمان أغلى نعمة أعظم نعمة اللي الله يسأل عنها ولا تسألن يومئذ عن النعيم وجود الإمام والولاية وإلا ليس من المعقول أحبتي وأعزتي من يسمع صوتي أن الله عز وجل يوقفنا يوم القيامة يقول أنت كم غلاس أشربت ماء مثلا كم تمرة أكلت كم لبن مدينة شنو كم غلاس لبن تناولت لأنه بعض المفسرين يفسر النعيم بالماء والتم الماء البارد والتم اللبن والما أدري منه هذا هذا مو من الكرم إذا واحد كريم يقول لك أنا كريم يعزمك عنده بعد العزيمة يوقفك يقول لك كم تمرة أكلت كم مثلا ملعقة من الرز تناولت كم قطعة من اللحم أكلت هذا ما أحد يسوي هذا هذا من المعيب قبيح عقلائيا فكيف ننسب ذلك إلى الله عز وجل ولهذا الرأي يقول له فإذا ماذا يقول له ولايتنا هذه الولاية هذه النعمة تقتضي الشكر شكر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين التأدب معهم من أهم المسائل ما يقتضي في شكر نعمة وجود الإمام عليها أفضل الصلاة والسلام التأدب معهم أشلون أتأدب معهم أخليهم في مراتبهم في رتبتهم الموجودة اللي الله أعطاهم علمهم عالمون بعلم الكتاب كما يقول القرآن الكريم لا يأتيهم الباطل كل درجات المراتب العالية اللي الله جعلها لمحمد وآل محمد نقول بها مو أنه نجي نزل للإمام بكيفنا نريد نكيف الإمام مثل ما نفهم مثل ما نعرف ومكان إذا ما عرفنا وجه ما قام به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والعياذ بالله نقول هذا مو صحيح بعضنا هكذا يتعامل مع الأئمة يريدهم كيف أنا أريد هنا يعرف أريد هنا ما يعرف هنا يقول هنا ما يقول هنا يتكلم هنا ما يتكلم هنا يعطي هناك يمنع إذا كان هكذا هذه الجائحة اللي صارت هذه المصيبة اللي صارت هذه المصيبة اللي البشرية ما شافت مثلها لا حروب ولا غيرها أجلست الناس في بيوتها خوفتهم بشكل منقطع النظير قاعدتهم بالبيوت اقتصاد العالمي وقف الناس توقفوا الوضع تغير كل الوضع تغير بالنسبة للبشرية ومشاكل ذلك بعضهم يجي يقول لك تعال وين الامام وين امتكم في بداية المشكلة اللي صارت بعضهم كان نصور مثلا هذه المشكلة بس في شرق الاوسط تعالوا كانوا يضحكون كنا نسمع في الفضاء المجازي بعضهم حتى بعضهم من جماعتنا يلا وينكم وين امتكم وين الامة ليش ما يقومون بما يجب عليهم ان يقوموا به وهم قاعدين ذاك الصوب يعني مرتاحين كل شي ما عبر المرض من الشرق الاوسط من هذه المنطقة وراح الى اوروبا وراح الى امريكا يلا حلوها يلا حلو المشكلة شلون حلوا المشكلة شلون يحلون المشكلة يلا علمكم امتنا على رأسنا وعنا انتوا علمكم وين ثقافتكم وتقدمكم وتكنولوجيتكم وينها قد تنقذ البشرية انت هم ما عندك بس احنا في امتنا شنقول في امتنا عليهم افضل الصلاة والسلام نقول هكذا بعضهم سألني مرة قال لي شا شا احنا نطلب وينهم ليش ما ينطونا قلت لشوف لا اولا الاختبار والامتحان والابتلاء موجود هذا مما لا شك ولا ريب فيها يعني اكيدا احنا نبتلى ونختبر ونمتحن وانتبعنا بيشك هذه الدنيا دار ابتلاء واختباء عدنا آية قرآنية آية مباركة فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون متدري اسألهم يجي الراوي في ظل هذه الآية المباركة يسأل الامام يقول له سيدي ومولاي السؤال واجب الامام يقول له نعم يقول له الجواب واجب في مضمون الحديث الامام يقول له لا ذاك إلينا هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب الريد نجاوب نشوف مصلحة في الجواب نجيب ماكو مصلحة ما نجيب اكو مصلحة انحل هاي الازمة اهلا وسهلا انحلها ماكو مصلحة من الصرف واما اذا تقول شا احنا ش ما نطلب اذا انتش ما تطلب ينطيك الامام فاذا انت الامام مو هو الامام انت تطلب الامام ينفذ مثل قاعدة شنو برنامج ما يطلبه المشاهدون انا سيدي اريد هكذا يلا انطيني ينطيك سيدي اريد بيت ينطي بيت سيدي اريد زوجة ينطي زوجة اريد طفل ينطي سيارة اريد ما اه شنو صار صار انت الخليفة وانت الامام وهو انت الذي يجب عليهم ان يطيعوك انت المطاع وهم المطيعون والحال انه شنو الامر بالعكس بي بالمية انت كنت تصبر كنت تتأدى مع الامة عليهم افضل الصلاة والسلام انتو تدرون احنا اشتوانا انا مارد لعله مثلا بعض المصالح اكو انه واحد ما يقدر يتكلم بس احنا تصرفنا مع اهل البيت خصوصا بالنسبة لعتباتهم كانت تقصير في تصرفنا معهم الاسواق مفتوحة الحدائق فتحت كل هذه فتحت العتبات بعض العتبات مغلقة سأديها هذا بيت الله ليس ببيت الناس يجب علينا ان نلتفت هذه بصراحة اقولها قلة ادب مع الامة فيجب علينا ان ننتظر النتائج من وان تقول شيخنا من القرآن الكريم اخر كلمة اقولها اخر كلمة اقولها من القرآن الكريم كلنا اكثرنا نحفظ سورة الجمعة مو جمعة سورة الجمعة بضم الميم شي يقول القرآن الكريم يقول واذا رأوا تجارة او له وننفضوا اليها المن للتجارة والله وتركوك مو تركوا الصلاة مو تركوا العبادة تركوك انت يا رسول الله تركوك قائمة النبي جاء يخطب دخل ركب الشام جاء بين بضاعة اهل المدينة عافوا النبي قاموا وراحوا علما للقافلة اللي جايب البضاعة من الشام بقوا قلة قليلة رسول الله قال لو ما هذه البقية القليلة اللي كانوا موجودين قعدوا لنزل العذاب لنزل العذاب ليش نزل العذاب لعدم احترامهم لرسول الله لعدم تأدبهم مع رسول الله تعال الى سورة الملك ما يخالف لحظاتي شوية ازيد تعال الى سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كان عندنا عقل سمع ما كنا نصير من اصحاب السعير القرآن يجي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ذو العقل ما يعدهم ليش اللي ما يحترمك يا رسول الله ما يتأدب معاك وانت رسول الله وانت افضل الخلق وانت اكمل الخلق هذول عقل ما عندهم هذول مصيرهم شنو قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير الله عز وجل محترم نبي محترم الامة عليهم افضل الصلاة والسلام خالهم في مراتب عالية اربط نفسك بامام زمانك مو انه ناسي امام زمانك ناسي الامام الحجة كنش يذكر اللحم العيش الخبز ما ادريش الماء كل هذني كلها يفكر في مطعمه ومشربه الا انه لم يفكر في امامه والحال ان القرآن الكريم يقول ورابطوا رابطوا على الامة اربط نفسك بالامام اشلون اربط نفسي بامامي الحجة الامام انبين قالوا اكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج بيّن علاقتك القلبية للامام قل له سيدي ومولاي ترى انا من مواليك انا مربوط بيك انا ما عندي غيرك انت حجة الله انت خليفة الله انت امين الله انت سبيل الله انت وجه الله انت عين الله انت اذن الله هكذا اتعامل مع الامام عليها اوضل الصلاة والسلام ما اتعامل بكيف اش ما اريد اقول اقول انا ازلهم دون المستوى اجي اقول والله القرآن الكريم يقول قل انما انا بشر مثلكم القرآن الكريم يقول قل انما انا بشر مثلكم ولكن شنو يوحى الي يوحى الي جهاز بي قابلية انترنت واي فاي وما ادري شنو كل شي بي جهاز ما بي هذه القابلية تيجي تقول لذولة الثاني اذن الاجهزة اثنين نفس الشيء سيارة صغرة سيارة بيها محرك سيارة ما بيها محرك تقول لذولة اثنين هذن نفس الشيء هاي ما تمشي هذي تمشي السيارة تمشي والطيارة هم تمشي والطير الطيارة والسيارة نفس الشيء تقول اثنين هذن يمشون وذي تطير هاي تمشي ليش احنا بعضنا نقصر مع امتنا ونعتبره من الفن من الفن الراقي من الفهم من النور العقلي من التقدم والمتخلفون اللي مثلا يعتقوا وما شاكل ذلك انا انتهيت من كلامي اسأل الله بحق مولانا صاحب العصر والزمان ان يجعل اعمالنا صيامنا قيامنا في هذا الشهر العظيم في شهر مبارك في شهر رمضان المبارك مقبولا عند الله عز وجل العادة هكذا الليلة الاخيرة من المجلس يتوسل بأذيال عناية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء ام الأئمة النجبة الهنا اجعلنا من محبيها اجعلنا من مواليها اجعلنا من شيعتها سيدتي يا فاطمة الزهراء روحي لك الفداية قالت لمولانا أمير المؤمنين يا علي اذا انا مت فغسلني ليلة كفني ليلة سل علي ليلة واتفني ليلة جمع اصحابك بليل خفية وجهزوني او طلعوا الجنازة بليل ظلمة واتفنوني واللي اكسروا ظلعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يمشيد الدين يا أمير المؤمنين هذه الليالي صعبة على قلب سيدتنا زينب كلها صعوبات مصائب على قلب السيدة زينب أمير المؤمنين عمل بوصيتها دفنها ليلة كان يقف عند قبر يا ينادي ويقول نفسي على زفرات يا محبوزة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة تطول حياتي سيدتنا زينب اش كانت تقول تنادي يا يمّا يا يمّا بقي أنا من بعد جيتامة يا يمّا الدهر صوبنا بسهامة يا يمّا الليالي يا الكلّة ما أنام وشوفوا قبال عيني يقول جيلوح دحاسيني يا يمّا وجابوا بيني بعدك يا يمّا من يسليني يصبرني وينجف دمع عيني ويداو سواب دلّالي والإجروح أبيات الدعاء في كربلاء أيضا لما انسألوا من هذه المخدّرة وكأنّي فيها أنا زين أبيلي يحجون علي سليات مصايب ما يسلني ومصايب حسياني لدهنني وقعن على عيوني وعملني وقعن على عيوني وعملني آيه وقعن على عيوني وعملني وعملني نالي الله اللهم عجّل لوليك الفرج أعتق رقابنا من النار اشف مرضانا استجب دعواتنا اللهم لا تجعل رمضاننا هذا آخر رمضان عمرنا يا الله من أوصاني بالدعاء بحوائجهم آمن وسلم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين المؤسسون لهذه الحسينية القائمون بهذا المجلس السامعون له تقبل عملهم بأحسن قبولك وإلى أمواتهم مع أموات الحاضرين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوة